هي دي بس احنا لما بناشد بنقول له جمهورنا ودي مناسبة حتى لجماهير السوشيال ميديا وانت مشجع للالي واعتقد حتى اكتر من كان الستاذ احمد الشمراني الكاتب النقد الرياضي السعودي لما قال معانا على التليفون ان تكون اهلويا في هذه المسئولية ايوة مكبل بال دي دي الجمهورنا جمهورنا على السوشيال ميديا وجمهورنا في اي مكان انت بتمثل النادي الالي ولما بتمثل النادي الاهلي لازم انت بقى عارف انه النادي الاهلي ما بقاش النادي الاهلي وما وصلش لللي وصله النهاردة كاكثر اندية العالم حصولا على البطولات او من اوسع اندية العالم شعبية وما كان وقيمة الا لانه فعلا كان عنده اطار قيمي حاكم لتاريخه دايما وابدا الاخلاق بالنسبانه افعل لأقوال الممارسة هي اللي بتثبت حقيقة جوهر النادي الاهلي حقيقة ثبات وقيمة منظومة القيام اللي بتحكمه فبالتالي لا يليق ابدا باي مشجع اهلاوي يخرج عن النص باي اساءات او باي الفاظ جرحة في حق اي حد اي لاعب اي منافس اي انسان في النهاية دي رياضة وده النادي الاهلي فيه جملة استاذ ابراهيم انا مقتنع بيها وذكرتها اكتر من مرة وتعلمتها من واحد من الناس اصحاب الدولوماسية والنفس الهادئ ولكنه قدوة رحمة الله عليه الاستاذ نعمان صبري اه لما مرز علان انا بقى شاو كرمت قال لي كرمتك تصرفاتك متقولش حاجة الله كرمتك تصرفاتك فانا فكأ بصيت له كده قال لي ايوة اتا متزعلش محد يخطئ فيك بس اذع لو انت اخطقت في حد او اخطقت بحيث الناس يشوفها في شكل غير لاق ايوة والله المصطرة دي كلام ده يعني بقاله ممكن خمسة وثلاثين اربعين سنة باخد بالك لكنها كانت بالنسبة لي دستور كرمت كرمت تصرفاتي انما اللي فاهم انه هو يعني علم علي او شتامني او عملي مش هسيب حقي طبعا لان برضو المسألة مش تراهل والقال لي ما بيسيبش حقوقه طبعا لكن بيسيب بيعمل ايه بيروح للصح واللي يزعل من الصح يبقى غلطان يبقى غلطان كيف من الصح انا ما روح اقارف عضية ولا روح اشتكي الجهة مسؤولة تجيب لي حق او 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 ها هذا هو الاسلوب الصح ها ف يعني يعني اللي انا عايز اقولي استاذ ابراهيم لان فيه فيه يسود المناخ الرياضي دلوقتي حالة من اقول ايه من الفوضى شوية او العشوائية شوية محتاجة تتحكم بقى وانا تتحكم الامور باخذ الحقوق ايه ووضع الضوابط وضع الضوابط على الكل العدالة العمياء اربط منديل وحط ضوابط وحسب الناس اربط منديلك اه اه على عنيك كده زي التمثال العدالة وامسك الميزان الصح وحسب الناس اه لكن انا ليه بقول حسب الناس لان هذا المعيار حيكون في صالح مؤكد من يحافظ على القيم والتقليد هو ده وزي ما قلنا لما الاهلي بيتعرض لاي اختبار في مدى صلابة منظومة القيم بتاعته وكلكم شهدين هتقولي مرة لعب تجاوز في حق جمهور منافس او في حق اي جمهور والاهلي سابوا اكمل لعيبة على مدار العصور وفي كل الالعاب لا مجلس الادارة ده ولا اللي قبله تاريخيا الاهلي لا يقبل اي خروج عن النص لا يقبل اي خروقات لا يسكت ابدا على انه اللعب اللي بيمثله او المدرب اللي بيمثله يتجاوز في حق احد بس كمان الاهلي بيمارس ده بقوة قوة الاخلاق وقوة القيمة وقوة المكانة وكبرياء الاهلي وانا ما بقبلش اي خروج ولا اي مساس او اي اساءة من اي منتسب ليا لا اي منافس لالي اخد اجراء سريع علشان فيه شاب في السوشيال ميديا تجاوز في تعليق صغير ده ما تجاوز ده عمل غامزة لا اح اه لكنه ما سكتش هو ده النادي الاهلي وهي دي منظومة قيمه اللي بتمثل حقيقة الافعال مش الاطوال خلي بالك يا سيد زبراهي واللي الاهلي دائما بينشدها مع كل المنافسين ومع كل الاشقاء لا انت ما بتحاسب نفسك بتحاسب ابنائك انت بتحميهم